اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في حلقة اليوم النجم الكبير او واحد من النجوم الكبار في مصر الحقيقة واحد من اصحاب اللمسات الجميلة جدا عندما كان لعبا لكرة القدم وواحد من اصحاب الاراء الجريئة جدا عندما اعتزل كرة القدم النجم الكبير كابتن ريدا عبدالعا زي كابتن ريدا مشرفنا ومنورنا وسعيد جدا بتوجدك معي ربنا يخليك اسلام انا اللي سعيد جدا بيك والبرنامج المحترم بتاعي بنا يخليك يا كابتن يعني معلش بقى احنا اتأخرنا عليك شوية بس خلينا ناخد بعض الاخبار مع حضرتك واحنا بنتكلم احمد فاتحي بيعتذر عن حضور حفل الفيفا بسبب نهاية افريقيا لو كانت تتعاملت معك كنت هتروح ولا كنت هتستنى لو انت ايامك يعني عندك او جالك دعوة في حفل افضل لعب اختيار افضل لعب كنت هتسافر وعندك نهاية افريقيا كمان كم يوم كنت هتسافر ولا كنت هتستنى لا استنى طبعا لو هلعب استنى مش هلعب هسافر احمد اساسي احمد اساسي بكل العصور ومع كل المغربين اه وفي اي وقت بالنسبة ان احنا لو انا كنت هلعب انا مش هسافر انا مش هلعب يبقى لا موت ولا خرب دي اصفر اروح اطفر طبعا اه فحضرتك ما اعتذاره يعني اه طبعا اه لانه وقت اه يعني عنصر رئيسي في فرقة نادي الاهل منطقة مصر تمام لغنا عنه تمام